تلقى الرئيس عبدالفتح السيسي برقية تهنائة من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بمناسبة ذكرى ليلات الإسراء والمعراجة وخلال برقياته أعرب وزير الدفاع عن أمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة وأن يعيد ذكرى الإسراء والمعراجة على الوطن وشعبه بكل الخير واليمن والبركات كما أكد وزير الدفاع تمسك ريال القوات المسلحة بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التي تركها فينا نبي الأمة في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته كما بعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس السيسي بهذه المناسبة هذا وقد أصدر وزير الدفاع توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزرة الإنتاج الحربية كما أصدر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلا بنفس المناسبة كما هنأ وزير الدفاع ورئيس الأركان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسرائي والمعراج